صحيح شريبتكم مرحبا بالحضور كما قال فتحي الذي أكد بالفعل أنه النقاش مطلوب وهناك ربما عناصر إيجابية في الانتخابات هذه أنه نقاش العمومي أو نقاش العام رجع ليحتل المكان ربما في الساحة السياسية رغم من عديد النقاط ربما الأخرى التبعث على الحيرة أو عند بعض الناس حتى للإحباط والليأس لكن على الأقل دعونا نتلقى من نزوز مقدمات أولية أن التجربة التونسية رغم كل الصعوبات ورغم كل التعثرات تبقى استثناء تبقى استثناء دائم في المنطقة في منطقة الربع العربي في منطقة المنطقة العربية والإسلامية خاصة منذ 2011 وضعنا أفضل كثير من وضعية عديد البلدان الأخرى ونتقدم في مسار انتقال الديمقراطي رغم كل التعثرات وهذا يعود في الفضل في الواقع للمجتمع والبنية التحتية الاجتماعية والمدنية والسياسية والمواطنية الموجودة في دروس الملاحظة الثانية أنه بالفعل كما عنوان اللقاء أفكار أولية أو قراءة أولية لأنه حتى ما سأقديمه الآن في الواقع لا يرتقي ولا أدعي أنه ينطلق من دراسات كمية ولا كيفية كاملة ونافذة حول الموعد الانتخابي الأخير إذن هو محاولة للتفكير من خلال رصد بعض المعطيات الأولية في انتظار ربما تكتمل الصورة بصفة نهائية من خلال توزيع المسؤوليات داخل المجلسة البلدية وانتخاب رؤساء البلديات واستقرار الوضع وأن نقرأ مزيد من التعليقات والتحليل سوى السياسية أو السوسيولوجية أو ربما حتى كذلك الاستراتيجية في هذا الاتجاه لحد الألمزة نقرأ في بعض التعليقات الأولية للمراقبين وربما حتى المتابعين لهذه الانتخابات وهذا يعطي مدد بحث هامة للبحثين في مجال علم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع والعلم السياسية وحتى القانون ربما لتعميق النظر في هذا الاتجاه بطبيعة حالة السياق العامل هذه الانتخابات معلوم تعد عليه خيام يظل كل الأرقام التي تعرفوها الناس لكل التضخم والبطالة والنمو والمديونية إلى آخره معلومة تقريبا منذ سنة ولا سنة ونصف وكذلك السياق العامل المأزق السياسي اللي انطلقت فيه الانتخابات أو انطلقنا فيه لتحديد الانتخابات كذلك معلوم تقريبا تخلنا الانتخابات في مرحلة مأزق سياسي حقيقي فالتحالف الحاكم كان في مأزق بيأتم معنى الكلمة معنى مأزق إدارة حكم البلاد مأزق توفق تفكك وثيقة قرطاج الأولى سواء على مستوى المهام أو على مستوى التركيبة بعد انسحاب آفاق بعد انسحاب الجمهوري بعد انسحاب المشروع بعد غضب الاتحاد بعد امتعاض الاتحاد الصناعة والتجارة بعد الرسالة السلبية التي كان يعطيها هذا التحالف الحاكم إذن تقريبا تخلنا الانتخابات والبلاد تسير بالطريقة فاشلة وبطريقة سلبية وما يمكن تسجيله في هذا السياق بالنسبة للتحالف الحاكم هو تمرير قانون المصالحة هو التصويت على إيقاف هيئة الحقيقة والكرامة وهو الاستعداد ربما إلى تغيير قانون انتخابي من أجل انتخاب المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة وليس بأغلبية السلوثين إذن نحن بالحق بيأتم مع هذه الكلمة في انحراف تسلط يبقى أتم مع هذه الكلمة في إمكانية عودة منظومة الحكم المتسلط إذن ما نقولوش ربما منظومة الحكم المطلقة وهو لا أعتقد أنه سيعود لكن في الحال هناك مؤشرات سلبية في هذا الاتجاه في هذا الحال لابد أن ننتبه إليها تقريبا انتهينا في المرحلة الأخيرة إلى توافق يقال أنه مغشوش ويخفي هذا التوافق وهذا ظهر حتى في الحلم الانتخابية حرب باردة حقيقية بين النداء والنهضة النهضة يعاب عليها أنها قامت بتراجعات تكتيكية للحفاظ على استراتيجية حرب المواقع والتمكين داخل مؤسسة الدولة والمجتمع وحق الاقتصاد وحق النفوذ ومجموعات التأثير إلى خيره والنداء تقريبا حمل ليواء عودة المنظومة القديمة في معانيها في رموزها وفي تصلس أسلوبها وحتى في تركيبة الحكم في حد ذاتها وأسلوب الحكم في حد ذاته إذن هذا المعزق الحقيقي وهذا السياق الحقيقي لهذه الانتخابات جاء بظاهرة جديدة وهي فوز المستقلي وتقريبا مدخلتي ستركز أكثر على هذه الظاهرة الجديدة وهي هذا الفائز الجديد وهو المستقل 32% من القائمات المستقلة 32% من الأصوات نصح التعبير فاز بها المستقلي لكن أسوق هذه الملاحظات الأولية بحذر كبير باعتبار أنه لا أحد يملك الآن المعطيات الكافية والكاملة والدقيقة حول كدل القائمات المستقلة وحول توجهاتها وحول ربما برامجها وحول حتى أفاقها إلى آخره لكن على الأقل وأن كان الأقام غير موجودة نداء تونس على الأقل صرح بأن هناك قائمات مستقلة تتبعه وقال تقريبا الرقم قال تقريبا فما 600 من المنتخبين القائمات المستقلة هم في الأصل نداء وسيعودون إلى النداء وسيصوتون مع النداء في الانتخابات النهضة قالت ليست لقائمات مستقلة تتبعوني القائمات النهضوية فقط هي قائمات النهضة لكن في الميدان ناس شاهدت وعرفت أن هناك قائمات مستقلة قريبة للنهضة وهذا سيتأكد ربما في الموعد القادم لكن على الأقل ما نلاحظه في الانتخابات هذه في 2018 أنه في 2018 كانت فما مفاشئة كبرى هي السعود العريضة الشعبية وكانت فما نصف مفاشئة أو مفاشئة مرة وهي الفرق الكبير بين حركة النهضة والديمقراطية كان الفرق في الأصوات وخاصة يمكن أن يعتبر هزيمة الديمقراطي التقدمي هزيمة القطب الديمقراطي الحدثي والهزيمة كذلك بمقارنة بالنهضة للتكتل وليكون القوات الديمقراطية اللي كانت موجودة وقتها على السحة المستقلين وقتها لم يكنوا لش ظهرة تقريبا أربع خمسة مستقلين تمكنوا من الدخول للمجلس كمستقلين يعني بأصوات حقيقية صحة تعبير 2014 لم يكنش في مفاشئة كبيرة باعتبار أن الاستقطاب الثنائي بعد 2013 بعد الاغتيالات السياسية بعد التشنج الكبير حول الدستور وحول الدولة المدنية والإرث الكامل المجتمعي كانت فهمة الفوت يوتيل تقريبا كل سبر الأراءة كانت تعطي أسباقية النيداء وما كانت فهمة مفاشئة كبيرة في هذا الاتجاه 2018 ظهرت ظهرة المستقلين بطبيعة الحال نتيجة الحزوف وعدم المشاركة والنسبة الضعيفة للمشاركة وأسباب تراجع النهضة وأسباب تراجع النداء إلى آخره هذه قضايا هامة لكن منهجيا في الوقت المخصص لي في هذه المداخلة سأراكس أكثر على فهم أو ربما التفكير أكثر في هذه ظاهرة الجديدة ويظهر تصويت للمستقلين إذن أمام ظهور المستقلين نحن أمام حدث سياسي سوسيولوجي جديد في تجربة الانتقال الديمقراطي التونسي إذن نحن أمام حدث عرضي زائل لا معنى له سياسي لا دلالة له سياسية وأن المشهد السياسي سيستقر بين قطبين قطب إسلامي محافظ أو إسلامي متشدد لكن يدور فرق الديمقراطية واللعبة الديمقراطية والانتخابية إلى آخره أو قطب آخر حداثي عصري مدني هو إرث وارث أو بريث الدولة الوطنية وما كسبها المجتمعية على أقصى القطب الإسلامي نجد الطيارات المتشددة ربما وقد تكون كذلك حتى الداعية للعنف ومن جهة القطب الحداثي نجد ربما طيارات يسرية أو طيارات راديكالية يقال أن الجبهة الشعبية أو ربما الطيارة الديمقراطية مثلوا أقصى يسار هذا القطب الحداثي وهذا تقال تقريبا في ليلة عرض النتائج وأما نحن أمام فرضية أخرى في الواقع هي التي أتمنها أنا لا أعتقد أننا أمام حدث عاز معزول لسنا أمام حدث عابر لسنا أمام حدث بلا معنى نحن أمام حدث له دلالة كبرى وله دلالة أساسية هذا كعليس سأحاول أن أفكر ربما وهو مجرد تفكير غير مسنود إلى حد الآن بتحقيقات سوسيولوجية أو بدراسات إلى آخره أو بتحقيقات ميدانية أو حتى بتحقيقات إحصائية ولكن على الأقل من خلال العمل الذي نقوم به في المنتدى وقربنا لبعض الحركات الاجتماعية من خلال النقاشات الموجودة في نشاز من خلال المطنعة الأخيرة في الأيام الأخيرة لبعض التحليلات والتعليقات الألامية والسياسية هذا في الواقع دفعني إلى طرح ثلاثة أسئلة للنقاش معا ما هي الرسالة العامة لهذه الظاهرة ماذا تعكس هذه الظاهرة العامة للمستقلين ما هو التموقع السياسي الممكن لجزء من المستقلين إذا اعتبرنا أن هناك جزء منهم يحسب عن النهضة وجزء يحسب عن النداء يبقى جزء آخر يحسب لفائة المستقلين حتى كان اعتبرنا أن هناك نصف هذه القائمات المستقلة سيوزع بين النهضة والنداء النصف الباقي أين هو وماذا يمثل وما هي طبيعته وما هي تركيبته وما هي مقاصده إلى آخره ثم أي أفق ممكن لهذه الحركة المستقلة التحتية في أفق الاستحقاقات السياسية وحتى الانتخابية القادمة خاصة موعد 2019 بالنسبة للرسائل العامة والمبحث الأول أو السؤال الأول يبدو أن هذه الظاهرة أكدت سعود الذوات المستقلة في المجتمع التونس أن الثورة بدأت تعطي الآن ثمار ظهور الفرد يعني هذا الفرد الذي يعتبر نفسه ليس تابعا ويعتبر نفسه قادر على الفهم وقادر على التحليل وقادر على المسؤولية أصبح الآن قادر أن يتحول إلى فاعل سياسي يتقدم للعمل الانتخابي ولا يشارك في العمل الانتخابي من موقع ثاني أو ثلاث أو رابع إذن هذه الظاهرة في الوقع ليست حكراً على المجتمع التونسي هي حكراً على عديد المجتمعات الديمقراطية وهذه علامة إيجابية بالنسبة لنا في المجتمع التونسي يعني نحن نشهد الآن ظهور لا أعتقد أننا نملك الآن إمكانية تكميمه معنا تحويله إلى معطى كمي لكن ظهور نوعي للفرد الحر المواطن المستقل الذي يلتزم سياسياً من منطلق قناعاته الفردية وليس منطلقات الاستتباع أما منطلقات الولاء أما منطلقات التبعية أما منطلقات الحاق أما منطلقات ضون تكتير موام التأثير السياسي أو الإديولوجي هذه ظاهرة كذلك هي ظاهرة هامة جداً بالنسبة لتاريخ الجمهورية التونسية هي نتاج مدرسة الجمهورية أنا أعتقد أن مدرسة الجمهورية كما أنجبت شباب كان في قلب الثورة هي الآن بيصدد إعلان ميلاد مواطنين فاعلين في كل تراب الجمهورية هم نتاج مدرسة الجمهورية يعني أن الثقافة المواطنة وثقافة الديمقراطية وثقافة الحرية وثقافة التقدم هي بيصدد أخذ مكانها في تنظيم العيش معا في تنظيم المجتمع وقاعدة تأخذ في مسافة في مساحة هامة على حساب التنظيم المعياري الديني أو التقليدي أو المحافظة للمجتمع يعني هذه القيم التي ترسخت مدة 60 عام بدأت تأخذ دورها ومكانها الآن في المجال السياسي بسبب الثورة أو نتيجة الثورة بسبب الحال قبل كان عندها دور كمقاومة للاستبداد الآن عندها دور أكثر فاعلية في هذا الاتجاه وبدأت تأخذ مكانها كذلك حتى في تحل محل الحزب الدولة دولة الحديثة الدولة الجمهورية الأولى كانت تعدقت أن المواطن بوسير دين ديفيو دي أن العامة غوغى أن الجهات الداخلية جهات لا ترتق إلى مستوى المواطنة والحداثة ولا بد أن نحكمها بسلطة مركزية قوية برئيس قوي يحكم مدى الحياة بحزب قوي يؤثر المجتمع ويتحكم في كاملة فاصل الدولة والمجتمع هذه قائمات المستقلة أعلنت فك الارتباع مع هذه المنظومة السلوطية الحزب الدولة أو الحزبين الدولة باعتبار أننا أمام تحالف حزبين دولة مش فقط حزب الدولة وكذلك أمام المنظومة التقليدية التي تجعل من الفرد في المجتمعات العربية الإسلامية محكوم أكثر بالمعيار الديني بالمعيار التقليدي يعني بالأخلاقيات الدينية والتقليدية العامة نحن أمام قيم الحداثة تخترق المجتمع تحتيان تخترق المجتمع أفقياً وليست مفروضة على المجتمع من خلال منقذ أو زعيم أو مجهد أكبر أو رمز خالد مدى الحياة هذه مؤشرات في تقديري هامة كذلك المؤشر الآخر وهو انخلاط مواطني إرادي هذا يعني هناك منخلاط مواطني تحتي وانخلاط مواطني يعكس إن صح التعبير صحوة حقيقية في علاقة بين سق تطور الفضاء العام فالفضاء العام وقت الاستبداد كان مغلقاً في الثورة انفتح على ما يشبه الانفعالية على ما يشبه ربما أحياناً حتى الفوضى لكن يبدو أن هناك اتجاه إلى مأسست هذا الفضاء العام بدور واضح للمواطني بصفة إرادي حتى وأن كان عدد هؤلاء المواطنين ليس كبيراً لكنه على الأقل في هذا الاتجاه إيجابي الملاحظة الأخرى هو تطور أداء المجتمع المدني المجتمع المدني تحول من المناصرة والاحتجاج إلى دعم القائمات المستقلة ودخول المعركة الانتخابية عديد الجمعيات ساندت القائمات المستقلة في العلن وأعلنت أنها مع القائمات المستقلة في العلن واحتضنت القائمات المستقلة في العلن وهذا لم يطرح أي إحراج حقيقي داخل الطبقة السياسية وداخل الساحة السياسية والإعلامية يعني كأن المجتمع المدني رفض أن يكون متحزبا ولكنه تسيس أصبح له دور سياسي بمعنى الصندوق الاقتراع بمعنى السلطة بمعنى الانتخاب بمعنى إقناع الناخبين في اتجاه التصويت للقائمات المستقلة الملاحظة الخامسة والأخيرة في تقدير كذلك هامة وقع تقاطع تاريخي ما بين عرض المستقلين وطلب المواطنين لفاعل سياسي غير حزبي عبر التعليل ربما كذلك الأرقام التي كان يقول عليها خيان منذ تقريبا 2016-2017 يعني كأن وجود هذه القائمات المستقلة ساهم في خروج مواطنين لا فقط للترشح والحمد الانتخابي وأنه حتى للتصويت قبل وقت الاستبداد كان عديد الدراسات تقول بأنه لابد أن يدخل الإسلاميون للعبة السياسية لأن دخول الإسلاميين سيدخل قطاعات واسعة من المجتمع في العملية السياسية وهذا صحيح وهذا صحيح لأن الإسلاميين لهم قاعدة شعبية وقاعدة اجتماعية وأنصارهم عندما يكونون في العملية الديمقراطية بسبب العملية الديمقراطية أكثر مصدقية وأكثر تمثيلية للمجتمع في تعدده لا تبقى العملية الديمقراطية بين علمانيين من صح التعبير ربما دستوريين أو علمانيين ليبراليين أو علمانيين يسيريين محكومة بضوابط قاسية وضوابط إدارية وأمنية ربما خانقة كذلك الانتخابات هذه بيّنت أن دخول المستقلين في العملية الانتخابية أقحم كذلك عدد هام من المواطنين في العملية السياسية إذن نحن تم معنى الكلمة أمام رسائل إيجابية رسائل إيجابية كيفية معنى لا أدعي أننا نملك الآن ربما معطيات كمية لكن على الأقل من ناحية الكيفية أذكر بعض القائمات التي لفتت الانتباه إلى جانب القائمات التي أصبحت الآن لها شهرة دولية ولا حتى وطنية المارسة تتبدل ولا الأفضل إلى آخره لكن على الأقل هناك بعض المؤشرات الأخرى شباب الموروش أولاد منوبة كلنا قسيمة المديوني قليب بيا في عينينا كذلك حيضرة تتبدل الحنشة تتبدل هناك قائمة في حي الظهور في القسرين وراها عامل حظيرة يعني مواحد من عمال الحظائر وفازت بزوز مقاعد قائمة التحدي في القلعة الصغرى وراها تنسيقية الأحياء الشعبية كانت نشت في التحركات ضد البيئة وروا ما سنقوم احنا ولا غيرنا في المنتدى ولا في أي جماعة أخرى برصد هذه القائمات ربما لعندها ارتباطات أكثر بالحركات الاحتجاجية المبحث الثاني هو الموقع السياسي للممكن هذه القائمات المستقلة وهو المبحث الأساسي بالنسبة للتفكير ربما القادم خاصة القوى الديمقراطية التي تهتم الآن بهذا الانتقال الديمقراطي الجاري الآن هناك اتفاق يكيد يكون كامل لدى القوات الديمقراطية أن عنوين المرحلة بعد النجاحات اللي بد أن نسجلها وهي إيجابية الأمنية في مقاومة الإرهاب رغم استمرار تهديدة الإرهابية وهي ما زالت قائمة إلى حد الآن خاصة في المنطقة وحتى كذلك في المنطقة الحدودية ربما هناك خلايا تستمر وتبقى نائمة مقاومة الفساد إقامة دولة الحق والديمقراطية وحق الإنسان التامية الاقتصادية والاجتماعية تقريبا هناك عودة إلى الفوندامونتو دولاريفوليوسيا معناها عودة إلى أهداف الثورة الأساسية في هذه المرحلة الأخيرة خاصة منذ 2014 بل خاصة ربما منذ 2016 وهي حادث وفاة رضال يحاوي في التحركات للجسرين وصولا إلى استشهاد وكذلك أنور السكرافي في تطوين في مايه 2017 تقريبا عام ونصف العامين نحن في حالة غليان اجتماعي كبرى دولة القارو نحن أمام مفارقة أصف المفارقة الآن ثم ربما أعلق عليها من 2014 إلى 2017 و2016 نحن في المنتدى لدينا صعود كامل الحركات التحتجاجية من 4 ألف الحركة إلى 6 ألف إلى 8 ألف إلى 11 ألف تحرك اجتماعي في سن الأخير يعني إذا تبرنا أن هناك بمعدل مئة شاب أو مئة مواطن شاركوا في حركة احتجاجية عنها تقريبا مليون تونسي يكنوا في الشوارع يحتجون على قضية الماء ماء صحة تنمية نقل بطالة تشغيل تربية تلوث وربما كذلك حتى التحركات ذات طبع مقاومة الفساد معناها أخلاقية سياسية كحركة من المسلم أحرموا بيحكي عليها مالك بعد حتى التحركات اجتماعية أو جماعية لمطابة بالحريات الفردية إلغاء القانون 52 الحقوق المتعلقة ب ب ذويب مولاة الجنسية كذلك الحقوق الفردية أخرها حملت مش بالسيف دوك هناك تحركات حقيقية داخل المجتمع تعكس بالفعل أن المجتمع في حالة غليان وأن هناك قوة ناهضة تحتية تؤثر هذه التحركات تحركات نحكي لكم عليها تحركات غير مؤترة بالنقابات وغير مؤترة بالحزاب السياسي يعني التحركات يقال عنها في علم الاجتماع التلقائية وعفوية صح التعبير وراها مجموعات فيها حد أدنى من التنظم حد أدنى ربما من التنسيق وأشكالها مختلفة تعبيراتها متعددة ومختلفة عندها أشكال قديمة قبل الثورة لكن تطورت كذلك بعد الثورة لها سياقات الاعتصام ضرب الجوع المسيرات الكبرى باتجاه العاصمة احتلال مواقع العمل قطع الطريق العريضة تخيط الفم للتعبير على الاحتجاج ربط الجسم بمكان ما ربما بسلاسل الاحتجاج كل هذه الأشكال والتحركات نصح التعبير كانت موجودة في هذه التحركات لكن هذه التحركات تعرضت إلى الوصمة الاعلامية السلبية صادها لم نجده في الاعلام للعمومي ولا الخاص هي حركات وصبت بأنها همجية هدامة خطيرة على الدولة تهدد الأمن والاستقرار تهدد الانتقال الديمقراطي فوضوية يعني وصفت بكل الأوصاف السلبية هي حركات تعرضت للملاحقة والاعتقال والسجن وعدد المحاكمات يرتفع في الأشهر الأخيرة نحصي المحاكمات وعجزنا في المنتدى على إيجاد المحامين لمتابعة سلسلة المحاكمات المتلاحقة للحوض المنجمي تعرض للعنف والعنف الأمني والعنف البوليسي والتعذيب داخل مراكز الإيقاف وداخل مراكز البوليس إذن نحن بالفعل أماما ما يمكن أن يترجم ربما تحت رقابة فتحي مع أنت ديفوية دولوت ديفوية دوريزيستانس مع أنت بؤر مقاومة أرخبيل من المقاومة البؤرية أصح التعبير المشتتة في كامل المجتمع وفي كامل ربما الجهاد تضاف لها أشكال أخرى من المقاومة الفنية والجمالية والإعلامية الفيسبوك والراب والموسيقى وكل أشكال هذا الاحتجاج يعني تقريبا نحن أمام مقاومات أو بداية تشكل قوة مجتمعية تحتية لها خلفية ثقافية أو فنية ديمقراطية تقدمية رافضة مشروع الإسلام السياسي وتحتج على عودة التسلط والباتراليزم دوليتات بفوار أنكرني بار رئيس الجمهورية البجي قايد سبسي والحزب القديم نداء تونس أنكرني بتجمع دستوري الديمقراطي وعودة أسليب ربما النظام القديم في مقابل هذا المشهد صدا هذه الحركة في صندوق الاقتراع كان ضعيف يعني مليون بتونسي تحركوا في الشوارع كانوا تقريبا لمدة عامين ولا ثلاثة في التحركات الاحتجاجية والاجتماعية والثقافية والفنية والصدا السياسي إذا اعتبرنا أن صد السياسي ربما للأحزاب السياسية المعارضة اللي تبنيوا هالتحركات اللي هم التالي الديمقراطي والجبهة الشعبية وبدرجة أقل بعض مكونات الاتحاد المدني تصويت لهم كان ضعيف يعني يقول قيل هل أن المجتمع التونسي الآن بلا ممثل سياسي يمعبر عن صوته إذا أقحلنا القائمات المستقلة لو وجدنا أن العلاقة بين قوة التغيير الاجتماعي بين مطلب التغيير الاجتماعي ومطلب التغيير السياسي الفجوة تتردم شوي هنا عندنا مطلب تغيير اجتماعي واضح لكن ما عندناش إطار سياسي أو أطر سياسية أو قيادات سياسية تلقفت في الوقت الحاضر على الأقل إمكانية هذا التغيير السياسي لذلك هذه هي الربما المفارقة التي أثرت الانتباه المعارضة الحالية بالنسبة لهؤلاء الشباب الذين قاطعوا أو لهؤلاء الشباب الذين صوتوا للمستقلين أو الذين ربما كانوا في حالة عس من ناحية السياسية من ناحية الاتصالية من ناحية التنظيمية من ناحية الإيديولوجية من ناحية الزعامات لم تكن مقنعة بالنسبة إليهم تماما بل أكثر بل ربما كانت مزعجة في وقت الأوقات لك أي وفق ممكن لهذه الحركات في 2019 إذا اعتبرنا أننا أمام شبكة وفقية من الحركات الاحتجاجية التحتية التي ليس لها الآن إمكانية التنسيق نحن بالفعل أمام ظاهرة هشة ولا أحد يدعي أنه الآن يمكن أن يتنبأ بمستقبل هذه الحركة لكن على الأقل تجارب العالم وتجارب حركات الاحتجاجية المناهضة للعولمة وتجارب الحركات الاحتجاجية في عديد بلدان جنوب أوروبا وتجارب الحركات الاحتجاجية في عديد بلدان أمريكا اللاتينية وحتى تجارب الاحتجاجية حتى في بعض البلدان الأفريقية الآن يبين أننا ربما أمام ظاهرة شيء اجتماعية سياسية جديدة مدنية ريفية برجوازية صغيرة مهمشين وفقراء وطبقة وسطى وكذلك ديمقراطية علمانية لائكية تقريبا هالجسم هذية يمكن رصده في صورة معينة موجودة داخل هذه القائمات المستقلة ولا بد أن نبحث عنه دكرة نحن أمام ثلاثة سيناريوات ممكنة أقولها بسرعة وأترك مجال للنقاش أما أمام سيناريو خنق هذا الفضاء نهائيا بالقانون الانتخابي تغيير قانون الانتخابات ورفع العتبة إلى 5% أو على دورتين إلى أخير حتى يتحول القانون إلى أداة لخلق مشهد سياسي بقطبين وهذا كل علماء الاجتماع الانتخابات وكل خبراء القانون يقولوا كان مشينا هكذا ببعض الحال سنتجه إلى حزبين قويين وبعض الهواء مش ربما التي لا دور لها سياسي حتى وكان وسط البرلمان أو المجالس المنتخبة ليس لهذا دور وهذا ممكن بآلة إعلامية كبرى بخبراء في خدمة هذا المشروع بصناع رأي في خدمة هذا المشروع قد نتج لهذا الاتجاه وهذا خطر على الديمقراطية وخطر على التعددية الناشئة في تونس سيناريو الثاني هو محاولة استقطاب أحزاب المعارضة لهذه القائمة المستقلة إما لأنها قريبة منها فعلا أو لأن هذه الأحزاب المعارضة تريد أن تعزز ربما رصيدها في البلدية فتقول هذه القائمة المستقل أصبحت معي تكون عندنا كتلة معينة نقول فيها عدد من المستقلين الآن ينتمون إلى جسم واسع هو المستقلين فيولي كل حزبي لوش على أنه يقول عندي خمسين وعندي ستين وعندي سبعين معايا الجبهة عندي سبعين والجمهوري عندي أربعين وما سار يقول عندي خمسين وانتي ماشي نخسرهم كحالة ربما اجتماعية جديدة يقع تذرير هذه الكتلة السيناريو الثالث السيناريو الثالث وهو الذي يمثل بالنسبة لي فرضية عمل ولكن كذلك دافع أمل أننا بإمكاننا أن نفكر معا في إمكانية تشبيك هذه الحركات أو هذه الاحتجاجات وتحويل هذه العلاقة الممكنة بين الاحتجاج الاجتماعي التحتي الشبابي الذي يعني بالفعل أن قوة ديمقراطية اجتماعية تقدمية كامنة في المجتمع التونسي أصيلة وعريقة في المجتمع التونسي بحكم لدرس الجمهورية وحكم الحركة النقابية والنسوية والطلبية والثقافية والسياسية والحقية ومنغرسة في المجتمع وزنها الانتخابي الآن مش كبير ياسر لكن على الأقل كمؤشرات موجودة نسعى إلى تمفصلة هذه المقاومات نسعى إلى بناء تشبيك ممكن معها نسعى إلى دور أوضح للمجتمع المدني تشبيكها مع النقابات مع الحركات الاجتماعية مع الحركات السياسية هذا بإمكانه أن يعطي بالفعل لتونس قوة توازن جديدة بين عمق تغيير اجتماعي وقوة تغيير سياسي مشروعيتها صندوق الاقتراع وبرنامجها السياسي بديل ديمقراطي اجتماعي يضعنا في أفق الثورة تحول هذا الجسم إلى جسم منتصر سيجعل حرب الحركة التي خذناها منذ سبع سنوات تتحول إلى حرب حركة وحرب مواقع يعني لا نقوم فقط بحرب الحركة الاحتجاجية وأنما حرب مواقع داخل المؤسسات نجاح هذا الاحتمال سيعني أننا سنخرج من قبضة استقطاب الثنائي وستحول تونس إلى بلد ديمقراطي تعددي بأتم معنى الكلمة فيه قوة إسلامية محافظة يبدو أنها تحت ضغط دولي وضغط داخلي وضغط داخلي خصهية وضغط داخلي يعني وطني بأن تقبل باللعبة الديمقراطية ولو بصعوبة قوة ليبرالية وقوة ديمقراطية اجتماعية أنا أعتقد أنها أفق ممكن لليسار الجديد وشكرا